وفق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على اعتماد مقترح بشأن تأسيس آلية لتخصيص وتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية وأن هناك حرصا شديدا على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشركات متعددة الأطراف بما يلبط محاط الشعوب الإفريقية الشقيقة وستعتمد الآلية في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل هي ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص المصري والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية